اشتركوا في القناة انهاء المباراة والرابع والرابع رائع والرابع رائع من الضحاك الذي تمكنا من وضع الكرة في المرمى بصغر القامة لكن بإمكانيات هائلة وعالية جدا لاحظ كيف شاف اخذ الوقت اخذ المعلومات شاف تموقع الحارس شاف صحابه بزاف المعلومات التي يخدهم في وقت وجيز وفي الأخير كأس أوروبا لديت أبطال دوري أو بلقب كأس أوروبا لديت أبطال كأس في نسخة المادية أو لقب كأس التحاد الأوروبي أو أوروبا الجنران فرصة تصويمه منتازة رائع جدا من مؤادة حاك وترتصدي ولا أرواح من الحارس الفرنسي هوغو الراوخ منقيدا فريق ستراسبورغ من هدف محقق من هدف التعادل التصويم القوية استدمت الكرة بالأرض في المرساد اللاعب المسدد رقم عشرين إنه هدف ثاني لمصلحة فريق الأكاديمية إذن درب الجزاء لصالح فريق أكاديمية محمد ثاني سكور القدم فرحنا مع الأهداف السابق ولكن نريد أن نفرحه الآن مع هذه المحاولة وأهداف ما تتعطرش كثير ولكن جمنا أهداف هذا هو المهم أهداف اللويل لأكاديمية محمد ثاني سكور القدم معاد طحاد براوالي هي الأكاديمية اللي كي قلنا خلاو المساحات تركوا الفريق الهولندي أنه يبادر بالهجوم والبطء الاتفاع ديالو خلا أننا نخلقو يعني واحد المحاول مصابها دوليا يعني تبارك الله هذا لاعب سيكون لديه مؤهلات بضافة كما قلت يا ديالو ممتازة ممتازة ولا أروع كما قلنا لعب دحك معاد بطريقة لعب من المستوى العالي جدا نشاهد أن كنا نتكلم عن أعطاوح تمريره في العمق ما بين يعني الأطراف للعب عمر صادق المهاجم الصارح وعمر تحت سجيل في الموبر لاحظ معي نفتي كاك القرى عودة من جديد لأكلمة محمد سليس كورش قادم جال يسرى فرصة داخل مطاقة جلزة خروج خاطئ الحريس والهدف يضع لأنه لأنه فرصة مواتية يغن نحن تصويبا ممكن تكون في المرمى بسرعة بسرعة كبيرة الضحاك على الصورة هذا معاد الضحاك لاحظ معي الإنزال تهيي رفعينه تصوه بشكل مباشر حارس يبعد المتواجدين المغارب المتواجدين بأوروبا أن يحضروا بحال هذه الدورية داخل البلاد ديالهم هنا محاولة خطيرة اللعب ممتاز سنتابعوا معاد مسجل الهدف الأول معاد الآن ويسجل بطريقة رائعة يسجل بطريقة رائعة ممتاز سنتابعوا لأحدا يعني خذ القرار لا تصرعش كنا كنا مثل هذه المحاولات سنتابعوا هذه اللمسة الأخيرة اللي كانت اللاعب كان عنده كاريزما لأنه كانت تابعوا لأنه لا يكونوا واضحين هذا يعني لائبين كيكونوا في فرق الأول يعني في مثل هذه المواجهات وجه لوجه من الحارس فريق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم يعود عن خسارة الصباح بهذا الفوز المستحق من خلال هذا الجولة الأولى بالطريقة والنتيجة وكانت هذه محاولة أخرى الجميل هو أنه كتشفنا لائبين آخرين يعني سبعة تغيرات لأنه هذا هو الأمر الجيد ومن خلال هذه اللحظات كنتابعوا لأن هذه المحاولة الأخيرة والتسديد مباشرة مكان شوف تصويبا 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 أولو جميلة جميلة لأنه كيف كان قوله خلال تقيقة في النفس ولعب الخش حسب أنه يحاول ممكن أنه يتعلمت أكثر لعبين فرصة فرصة مرتين أخرى نبحث عن تصويبا نقبوب بدخل مكان أوسامال ليعقبي مستجيل الهدف الأول كورة رأسية جميلة جميلة فوق المرمى بسنتيمتر شرف المحاولة مهم والطريقة التي شئنا من خلال الكورة الماضية أيضا جيدة أعتقد بأنه اكتشاف المواهي كاسمية كاسم كان عندكم في ملعب أبي بكر عمار بمدينة السالة كانت وحل محاولة أنها تكون حاضرة ولكن باش أنك تشارك خاصة يكون عندك تسجيل في الموقع ديال الأكاديمية وفي ناس الوقت تجيب ديال الرقم ديال السلاع وتجي للملعب باش يشوفوك المدربين وتبارك الله حسب معطيات قريبا ما يفوق ستلاف واحد اللي كانت ملعب أبي بكر عمار لك طبية قبل الاتحاق ديالهم بشكل رسمي إلى أكاديمية محمد السادس أما فيما يخص يعني صراحة القارب كيف سيتعامل بلا هل سيواصل لفريق أكاديمية محمد السادس نفس الناس ونفس أسلوب البحث بجرز بشأنهم ما يتكونش عندهم غللات هذي فيها كبيرة لأنه صد نجوعة من المحاولات على الأقل ثلاث محاولات ثاني حالي تجيل اوه هذي جميلة هذي جميلات مريرة داخل منطقة الجزاء البحث عن ضربة ميقس ولكن مباشر هذه المواجهات مريرة ممياري فرصة 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 جالي يسرى إنزال ممتاز شوفوا الضحك ماذا يفعل يحفظ على الكرة ديالو يحاول ما يمكن يختار دخول داخل منطقة الجزاء الميدان هو الذي يطلب وراء المدافعين ويعطي واحد المساندة للهجوم باش تهجم بأكبر عدد ممكن تواجد داخل مربع العمليات بأكثر تركيز جيد محاولة خطير من اللعب خطير جدا التحاكل لدير شنو ما بغفت مقابلة صراحة يعني تمرير الديالو حاول مرس ثانية فرصة داخل مدقة الجزاء محاولة صويبة ولكن ليحصل خطأ واحد من اللعبين جيدين مع رقم عشرة معاد يتوفر عمكانية جد ممتازة مراوغة ممتازة يعني تشوف بأن بدأت اللعبين الأكاديمية بدأت نورهم جميع الأطراف وبن أجل خلق وحد فرصة وتسجيل الهدف الأول هذه محاولة كانت تجاز قلي ولكن عملية تدخل ضائعة كترجمة مرة أخرى هجمة ملجا اليمنى فرصة جميلة فرصة جميلة إمكانية القيم بأتمرير أو المراوغة فرصة داخل منطقة الجزاء تبري إذا مشجع الملاحظ في الفتح ربعطيه وأنه دخل بالتقل دياله كامل يعني جاب المدرب الرئيسي الأول جاب الممكن لك تابعو تفاصيل هذه المواجهة ونشوف هنا المحاولة ملعومة على المستوى خطأ الأمامي فرصة نشوف هنا انطلاق العملية اللجومية من جهة اليمنى محاولة اختراق دخول داخل منطقة الجزاء إنه طريقة هادئة هدف نشوف هنا محاولة فرصة فرصة الهدف الثاني نشوف الآن الفريق أكاديمة محمد السليس إنه كين العملية اللجومية من خلال التمرير العرضي الإنزال ممتاز متمم العمليات مثلا فقود ولكن الطريقة للتحكم في الكورة فهي جهيرة تمرير داخل منطقة الجزاء ودائما كيلبو على الحريس شك مباشر تمرير العرضي بشرة صوبة الحريس مرة ثانية الهجوم من خلال العملية هجومية منصقة هذه فرصة مرة أخرى لتصويب البحث عن دائما كان تادرو الزابيري الزابيري كلاعب لممكن نادي ثلاثبور هذا الفريق الذي يرأسه سيد مارك كيلر وصاحب الحارس رايان ماينجيل الذي يوجد في مقعد بودلاء هنا فرصة تلعب الكرة من لعب فؤاد الزهواني الامام الى معاد 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 يمر كرة عالية معاد دربة رسية لم تأتي تذهب بعيدة عن القائم لا يسر لمرمى الفريق المنافس شاد هنا معاد تبهيرة ممتازة لكن ركنية ركنية من جهة اليوم تنفذ ركنية الدربة الراسية قوية ولكنها جانبية التوفيق لمنتخب الأولمبي لبلوغ الجانبية اليوم لمرمى فريق أكاديمية محمد السادس ومرمى الحارس طه هنا محاولة من الجهة من طرف اللعب معاد تصل كرة إلى زميله رقم سبع أسما لياقوبي كنا مع معاد من جديد معاد يماري الكرة مركز الثالث بينما سوف يحصل مركز الرابع فريق أكاديمية محمد السادس وحض أوفر لفريق فتح رباطي في مباراته النهائيا فريق جينغا سنفوت السنغالي من أجل الفوز باللقى هنا محاول لتصويم تصويم قوية تدخل الدفاع وهناك أربع حر لمصلحة فريقي أكاديم ومرة أخرى تنفذ الكرة عملية وجمية من الجيل اليمنى فرصة فرصة من الجيل اليمنى تبريد داخل منطقة جزاء بالفعل تبريد بعيد بعض الرئيسية عودة من الجيل فرصة ولكن تغيير كل نحو الجيل اليمنى لإنزال بشكل ممتاز التحكم في الكرة كان جيد أخذ ورد أخذ ورد والموتر يطلب الفرق الوطنية الباب مفتوح لجميع الأطور كذلك هناك المدرب الوطني كريم بن شريفة وهذا هو حضر معنا هذا صراحة فريق أكاديمية محمد السادس الكرة القدر لاحظ معين البناء العملية ممتاز دخول لفرصة فرصة لا 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 هدف يضيع أرضية لاحظ معين عيادة هذه إعادة مهمة مترابطات صغيرة سهل فكي مكي صعب وش الكرة اليوم ولاحظ معين تصويب يعني لعبة أرضية هي تلعبات بين ثلاثة لاعبين معد ضحك زابيري وكذلك صالح نصر فريق أكاديمية محمد السادس الكرة القدم والاستعانة بتمرير أفشيال اليمنى كرة ممتازة ممتازة دخول 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 خميطة الأول والأخير لا أحد يجب أن يناقشه لا الفريق المغربي ولا الفريق الهولندي ولكن اللاعب المذكور بليد الحكم أدرى والسلطة تقديرية والقرار الأخير والأول يرغل الحكم وبالمناسبة العقوب السرعة يعد أسرع لعب في البطولة الوطنية دائما كما قلنا بطبيعة الحال هذه فرصة تكون لاعبين بالاستفادة أكتر لأنه كيوجد يمكن القو هو يقو هون بأكاديمية محمد سيد إذا سنتبع الآن هجمة لصالح لاعبي الأكاديمية ممتازة تمرير أيوب مدافع أوساط دول أصول صحراوية من مدينة العيون المغربية العزيزة على كل المغاربة يعني هو عميد المنتخب الوطني الأقل من 19 سنة وهو مطلوب من أندية كثيرة والآن تابعوا الآن صديقة حول تقال القرى ولكن فقط تصل لمسجل الهدف معاد كي ارفاع القرى وهدف تاني هدف تاني أعتقد بالفعل صديق قبلك هو الذي يعني تمرير كانت معند معاد حق يعني أعطات رغمها ما كانش يزيمة بهدف سفر وتحت نضرب الجزاء ما كانش موفقين ولكن تابعوا الآن كين أردت فعل إيجابية ومتالي اللاعبين بغين كما كان قولوا تابعوا الآن هذه كانت تمرير ممو يعني آنيقف في اللاعب آنيقف التدخل في المحاولة الأخيرة اللي كانت إقاع ديالو لأن هناك اختلاف وهناك فرق كبير نقدر نقول يعني واضح للعموم بأن هناك فرق فعلا مختلف المستويات يعني لتذكير الأخ عدسامات فالفارق ديال البلجيكي يعني المقابلة الأولى ديالو يعني خصو يظهر محمد السديس ستخرمنا أكتر مع مرور الوقت عن طريقة الاكتشاف ونحن كنشوفونا العملية اللجومية وانتنا قاين سنين وثنانش سنة وكلهم بإمكانيات هائلة إمكانيات عالية ممتازة نطلقوا مع العملية الهجومية مرة أخرى تحاك تمريرها داخل منطقة الجزاء واللحظ معي بأنه الإشراك ديال اللعي بول نسيو ولكن ضعت لور رجعت مرة أخرى مرتدة مددى محاولة محاولة داخل منطقة الجزاء ولكن رأي مرفوعة رأي مرفوعة من الحك من أخرى من طلقة وهجمة مرتدة الفريق فيندوفن لاحظ معي البناء الهجومية في المرتدة لأنه سريعة ولكن آخر المطاف فريق سان جلواز البجيكيلي نقول بأنه الآن ما قادر يبشي مع الإيقاع الحال احتفال لمعادة تصفيقات من الأنصار الحاضرين اعتقد حتى ربما كان العائلة الصغيرة ديالول الفعل ترجمة نانسي قنقر